يعني هم راحوا قهوة الحرامية عشان نسرقوا العقد مظبوط ساعتك طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده الله وإحنا نخليهم يسرقوا ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول الله وإحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوا وبعدين احنا ناخد العقد يعني تقصد هم يسرقوا بعد كده احنا نسرقوا منهم من قلت ايه؟ مظبوطة ضاحي الله عليك يا ابو المفهومية يا بودمغت التقل بالداب يا ريس ابو الداب ياه ياه عجبت ساعتك يا حلوة اقول لك تاني يا بودمغت التقل بالداب يا ريس ابو الداب خلاص بقى ما نترخبش بقى ما انت ولتها ولتلك حلوة هنقطوا للليل انا اسف يا ملك عايز عينك عليهم على طول واي حاجة تحصل تجي تبلغي علي حاضر حاضر ساعتك بس هو كان في حاجة كده كنت عايز اقول لك عليها خير مفيش انا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على علم ماشي نفسي بيه بس عليك يا ضاحي انت طلبت حاجة وانا قلت لك لأ لأ عمري حش عنك حاجة لأ طب ملما هو لأ لأ ومال ايه؟ ليه بتقول لها بانكسار كده؟ اه صحيح بس عليك لاحظة واحدة ربنا يباركلك يا رب اه 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 بص هناك بص هناك حاضر او بيشوفني ازاي بيشونك ده اروح الملح يا بقى روح اجيب شنطة عشان اخد فيها اخد فيها دي ودعمك بيها ايه؟ تاخد عشرة جنيه والبقى تروح لك زخانة تجيب لي بيه دوات ضغط طب ممكن اجيب لي ساعاتك شريط واجيب ليه شريط هاد اللي دوات ضغط يا ضاحي بقولك حمود اه حاضر انت ممش بقال بكره حمود لا حاضر حاضر اه حاضر اه حاضر اقص عليك اقص عليك يا ضاحي موسيقى بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراك تاني وجرجرتين وراك تاني امال ايه سيف انت عايزني اجي بالمكان دا الوحدي نوه مخلاص بقى انت هتبضىيشكككككككككككككككككك احنا كده كده عايزو نجيب العقد وبعدين الحرامي اللي نعرفو احسن ما اللي مناعرفوش ولا ايه هاني مزبوط ياد سيب الحشيش ياد انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبعنا شو شو ما تفصلنيش أهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار هتعيش راجل ولا هتعيش مبسوط طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فاتح ايه عشان نخلص من مكان الزفت اللي اعنا عادين فين الوقتي بس بس اهي جات اهي بس يا مانا عاملت في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان لبنان انتو بتستعبطوا ولا انتو مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف يا عامل انا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية ما هو المسلسل اسم الخنازير البرية؟ بجد ايوه الستايل بتاعها خطير تبت بتاعها ايه؟ شايفة؟ شايفة الشعر الاصر مش القرف اللي انت عاملهنة؟ اه دربالنا راسك بمية اكسوجين وعملالنا على فرانكا اخ راسي بدل بجد وحيات ربنها عايق سامو عليكم وعليكم السلام ايه اللي اخرت كده يا فاتح؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان بالعال في الحتة بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعباتو يجروا الشعباتو طب وما فرملتش فجأة ليه يوقع على طول ما قادش بالي بقى معلش حمد الله على السلامة يا ست فاتح الله يسلم يا ست فاتحي اغمع الجملة دي مش رجبة معايا مفيش حاج يسميها الست فاتحي ايوه صح ايه موضوع فاتحي ده يا فاتحي انت باباك يسميك فاتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمش لكن انا اسمي الحقيقة جايدة طب والنبي وانتي جايدة هاتيلي معاك ويلع ممكن تيديلي شفتها؟ اه تفضل سيف ايه اكيد اسم جايدة عليك اغرب كثير بالنسبالي من فاتحي فاحنا هنقولك يا فاتحي عادي ميش يا جماعة ممكن شوف مكانتاني نوعد فيه غير المكان دوت ايشان انا متوتر جدا وما تقول المكان ده ده انا بفكر اتجاوز وعدنا بقولك يا ست فاتحي نعم اخبار القانون الجديد هنا ايه لا والله جيت لي متأخر آخر تربطين لسه مأجراهم سيبك من الوضع المصطول ده خليكي معايا أنا دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العود اللي إحنا عايزينه من المتحف اعتبرين معك يا قبلة بص يا أسادزة أهم من الشغل تثبيت الشغل وتستيفه إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف المتحف ده تأسس سنة 1838 كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي نازك هانم الورصة بتاعتها اللي هم أحفادها اتبرع بيلي وزارة الثقافة سنة 1857 لما اتبرع بيلي وزارة الثقافة سنة 1857 لما اتبرع بيلي وزارة الثقافة سنة 1857 تتعبت في دماغك يا كابتن ولا إيه؟ تاريخ تاريخ إيه؟ أنا مش عايزة أعرف ده أنا عايزة أعرف كل حاجة عن المتحف يعني عايزة أعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور في لما أخذة كام كمرا مع أشياء جوه المتحف ودي أنا عارفها إزاي بقى يا فلقوسة فلقوسة؟ لا فلقوسة أحلى عليها مش فارق، هنعرفها إزاي بقى؟ هو أنا عوي لحضرتك يعني مستنية كتا تيجي تقول لي هنعمل كده إزاي؟ أنا صحيتي الصبح كده رحت الفكرة فطت ونطت في دماغ رحت قلت إيه؟ يا بيت تلبسي سايحة أجنبية انت كده لابسة سايحة أجنبية؟ آه طب وحيات باباكي اللي سميكي فاتحي انت كده من بلد إيه؟ بصي هو أنا أرجنتيني قلب على قرباني يعني بوسي في الآخر طلعت مني بولندي أحلى كلاب الكلاب البولندي يكرم أصلك المهم بقى وأنا روح المتحف لقيت واتشي كيميكي كده مع عدة أصلي رحت سالتها منه العدة بقى رحت مسورة بها كل حاجة بقى من الصغيرة للكبيرة في المتحف حلو قوي فين السور بقى؟ لأ ما أنا بعت العدة وأنا جاء وخدت التام إيه؟ بصور وما ليه يعني اخسر فيها؟ انت حرامية زكية قوي ما شاء الله ما تلاقوش يا أسادزة المتحف كله هنا هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان إيه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني ملكش دعوة بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على نصيتين يم قبلي ويم بحر احنا بقى نخش من اليم البحر عشان تراوة طب اليم البحر دي بقى من أن يشارع لا يا حضرتك مش على شارح دي من المية جوه النيل في البحر آه يعني احنا نعمل نفسنا تمسيح طالعة من النيل عشان الناس نخاف وتجري تمسيح ايه يا كابتن هنخش بمراكب I love the idea انت ثلاثة زكاية على فكرة انت عارفة النيل بيجيب positive energy سيبكم الاعالي السيس دي وخليكي معاي انا دلوقتي احنا هننفذ العملية امتى يا معلمة نجفة؟ أولا ما سميش نجفة ناس مختك فتحي وأنا شافك المتوترة كده واخد العملية دي على صدرك وزعها بص يا قبل احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جاء العملية بنشد فلازم قبل كده نرخيع المهم يعني انتو النهاردة بالمشيئة كده كلكو تجوري في مرسى المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف أمين؟ أمين أحمد واسماعين ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه شكل عفريت قوي انت خايفة من عفريت؟ لا خايفة من المكان يا فين بقى الست الهانم؟ ما عرف لا انا بتخد ايه ده؟ سموا عليكم ايه؟ 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 انا جاي ايالكو هو فاتحي انا عايزة اسألك سؤال فضالي هو انت وانت صغيرة لما قالوا لك ان انت هتبقى حرامية الدوكي ده كيونيفورم يعني؟ ايه بنيلباشه بيكبر معانا بيكبر معانا ايه؟ يعني انت بتخرج من بيتك كده عادي بتمش بالشارع عادي؟ ايه عادي باين جدا يعني بتروح مثلا تروح تشتري فولو طعمية باللبس ده ما عنديكيش مشكلة ده نبس عصابات من ساعة ما الدنيا تخلقت من ايام عصابته القناع الاسود ده عاملها في عنتر وليب ليب سيف مفقوسة مفقوسة جدا دي مش اول مرة تسرق هي عارفة كويس هي بتعمل ايه؟ قوليلي والنب قوليلي عشان بس ما فيش وقت والنب للرق ده ويلا بنا نشوف شغلينا ايو يلا يا جماعة نسرق امساوك ساعتد يلا بينا يلا عن مركب يلا مركب بيه هنركب المركب دي كلها نتفدح تعالي يا بتاعي كيه بقى في حاجة تاني تنزلني تنزلني تعالي لحاجة على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك قد بيهنالي توقع على وشك ايه دي؟ ايه شكرا الله هنركب في اللي وكا ايه ده يا شباية دي عارفة ايه ده يا شباية دي عارفة ايه يا بني هي عندها تيم بتسرق بيه موسيقى 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 ايه خوش لا تخفيش يا أمور خوش بس احنا كده وصلنا المقار نبتدي بقى نوزع المهام يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف تشدوا سكنة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف نلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجولي بس وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا اعجي على خلتي هنا سكنة في الكتكات اخدها فسحة شوية في الفلوكة الحلوة دي وانتو على ما تخلصوا تدوني رأينا صغنانة اجالكم الروح سوا وحياتهم مت جريب لا في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانة دي محتاجة رجالة معايا الله وبعدين نقسم بقى لي كتير ما عملت الشغل بايدي وكمان ولا اليكتو ولا مكانتي الاجتماعية اسمحوني بالشغل ده فاعم عزة العلالة واحنا راح نفجر الات وبعدين احوار مكانتي الاجتماعية ده اصلا انا اصلا ايه؟ بصوا بصوا من الاخر كده انتو شكلكوا ولاد حلال وانا حبيبكو يعني زي اخواتي واتسمت فيكو الخير فبص انا هجيلكو عالضغري وحكيلكو بصراحة انا اصلا مش حرامي انا بسرق وانا مجبورة الله يسمحك يا ابو خلتني كده مقهورة طلعني ليه حرامي انت انا مش متربي ايه ده؟ هو احنا طرعين نسرق مع فهد نجم استنى مش دي اغنيت مع احترام انا مش حرامي ده بتاعت مين دي؟ احمد فهد نجم بقولك يا فنانة هتعود تقول لنا بها صعبانيات وتغني علينا الكلام ده ما يقولش معانا انتي ابضى فلوس وانتي اللي هتخش تسأل عقد خلاص يا شريهان لو هي مش عجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة سيد عضمة هتعرف تتصرف معها هتقرفونا كل شوية صباح صباح الشغل انا المنائلة اللي انا غرست نفسي فيها دي خلاصونا يا جدعان هطلع معاكم يبقى استبينا هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتو ترقبولنا الجو سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل مهمة وانتو تعطوا تتفرجوا؟ يا سلام دلوقت البنت مش زي الولد فين البنت المهندسة والمحامية هي بقت حرمية مش هارض عليك معلش المرة دي هتبقى لها درجية يلا بقى انا مش عارف ازاي هطلعك واطلع اسرح انا دلوقت سيف كيف هي تدلع بقى؟ يلا ما تعطلناش خد يا عم الوضر الخير خد الشافيه عشان ما تخافش يلا معاك تورتش اياتنا وورلك جوه يلا بسم الله الله وقف يلا يا عم حاضر هاني رايح فين هات ايدك؟ تعال اسنده الطفلة ده عم ابراهيم هنا خنقة قوي خليني نطلع نستناهم برا في الهوا بقولك ايه؟ هي خالتي محكتلكيش عملت ايه مع سايد عظمة؟ لا مش عارفة هي قالت لنا هتقولنا لما نكبر ايجاز حاجة عيب سوف تركيش كريتك تجري خلية فتحيت حيت بعينه او لماذا؟ فتحي شايف البوزيتيفتي اللي طالع من النيل الجو تحفة شامانتي البوزيتيفتي اللي طالع من شكمان الماركد مرشاقيتش في سيدرك غشلقته لا طبعا لأن انا مش بتشوف الحاجات الناجاتف اللي زيك دي طب ونا بيتلهي على عينك بقى بالناجاتف والبوزيتف بتاعك ده عشان انا شك ان الوادهاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانة دي تسكى ان المتأكدة ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيله وجهة نظر يا نيلي اول مرة تقولي حاجة صحة تعالوا فتحته اه 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 يا نيلي ايه اللي الغباوة دي ايه انت على الغباوة المتخلف خلصونا لنخرب بيكو تعالوا 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 انت ايه روح من هنا هتلاقي سكنة الكهرباء شدها تقطع النور وجنة عند العقد يالله مياشة معلمة وانت تعالوا اجي فيه خلص فيه يا فتحي يالله اه 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 اصدر يا رب العقد في المكان ده فتحي فين اهو اه هو ده بس على مهلك بقى اه اصدر اهو ده اللي انت عايزينه ايه ايه و هو صح يا رب ما بتعرف شو النبي بس يا الله استلمي صحيح ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور ايه عم السيميليتور ده احنا في درينبار السيميليتور ايه بقولي بجنريتور اللي هو بيولد كاهرباء يعنى اللي هو بيعمل ايه بيولد كأ horse لعنى النور يقطع هو بيولد كهرباء اه انت اصدق الـ UPS انت عارف الـ UPS ومش عارف الـ الجنريتور اه يا أخوي عارف الـ UPS وبعد اما هو احنا اصدقلنا يقطع الكهرباء عشان الكهرباء وما هتقطع الـ UPS مش هيشتغل انت متخلفة الـ UPS اصدق معمولة عشان لما النور يقطع يشتغل استغف لديها يا عزيني يا رب أستاذ سفقوا حضرتك اللي حرموا ولا أنا اللي حرمية؟ أنت طبعاً اللي حرمية طيب حضرتك دلوقتي بتشتغل إيه؟ أنا مش بشتغل أنا بدرس بتدرس إيه؟ هندسة كهرباء هندسة كهرباء أنا ينفع قفتي دلوقتي في شغلانتك؟ فاتحي أنت دلوقتي بتفتي في شغلانتي أنت ما بتعملش أي حي غيرنك بتفتي في شغلانتي إيه يا جماعة؟ إيه ما خلصتوش لإيه؟ هنخلص حالا بتعملي إيه؟ يا عم خلص بقى أنت في إيه؟ الإنذار عيدرب مش أنت دلوقتي كل مشكلتك في الحياة أن أنا أخذ العقد ده من غير ما شيري الصندوق الزجاجة عشان خطر الإنذار ما يدربش أيوة خلاص أنا هاخد العقد من غير ما شيري الصندوق الزجاجة إزاي بقى يا سيتي كاسرين زيتها جونز هوريك حالاً هتتعرف دك ده؟ خدي خطيت يا لها قسطة ما تركوا الإنذار عيشتغل يا لها قسطة ما تركوا الإنذار عيشتغل أعود أهرب أعود أهرب يا لها هوي اللي عادة مسك وقال لي إيه؟ طيب يلا نهرب إحنا يلا يلا لا لا يا نيه مش هينفروا نهرب ونسيبهم أنا عايز العقد برضه وجهة نظر أول مرة تقولي حاجة صحية شريهان آه 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 انسك نافك انسك نافك تلعب جحل عليها اللي مش شاجر خلاص متوع regش فيها أه هاني هاني أراك يا شоду قاضح إن دخل النهاية لا نهاية إيه؟ إحنا لسة في مصر رمضان كمّلوا أنتو الطريقة هاني أنا المشع التي بتأسّل فياً اولي بس ما فيشوقت يلا نقطوا هينقطوا ايه ده تطلع اضغوطة قوي امال انت فاكراك كي برتاج ولا ايه طب انت معكش عوامة بطح لا بقولك ايه ايه اشجع كده ونط قفزة السكر اه لا اعلم ايه يلا اه 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 الا اه احرامي ما يحدو مساء قوي عليهم تعالوا اه اه مش عارف سمع دي كلم كوني انا وجيت معاكم مش لما عندكش شخصية اه 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 ايه يا جماعة انا بنزل في جامل قوي محتاج نقل دم بفاصيلة دم نادرة انا كده اموت خلاص بقى يا سيف شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتنوت ولا حاجة بس من فضلك متقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجيال هدومي دم ايه يا جماعة ده جرح سطحي جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص لده سال في كدفي بقولكو يا كباتن العقد ده فوش 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 يعني ايه مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني انطلع فتش وصف فتش يبقى اكيد العقد ده هيوديني الحاجة تانية اه بموت بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى وننوح نشوف موضوع الفوش ده ايه انتوا عايزين تاخدوني لحمة وترموني عضل ولما روح للمستشفى يقوليني ملك في كتفك في ايه يقولهم ايه ده كاتشاب انا مش هاعلى واحدي كلكم اطعم ايه وادرجاركم كلكم بقولك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبدأش افواره عشان الفيلم ده انا شفت قبلك خرجوا في موكوووووى